السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الاثنين 24 حزيران يونيو القمر اليوم موجود في برج الجدي رح يظل لغاية الساعة ساعة ثلاثة وخمسة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الدلو ورح يظل موجود في برج الدلو لغاية الساعة ستة وسبع دقائق صباحا من صباح يوم الأربعاء بتوقيت جرينيتش القمر الآن موجود في منزلة ساعة السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ستة وخمسين دقيقة مساء من مساء اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والظفر والعقد القمر اليوم بما أنه موجود في برج الجدي معناته من اليوم منكون أكثر عقلانية ومنحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ندرك أن الأمور ما رح تكون سهلة بالنسبة لنا والبعض ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحظ يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي ومتابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي زاوية رح تكون قبل خلو المسار هي رح تكون ذروتها ساعة ثلاثة وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرانيتش يعني تأثيرها من الآن ولغاية ساعات الصباح هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كلفا والديكور والتجميل وهذا هو الوقت المناسب للراحة وأخذ نوع من أنواع القسط من ترفيه عن النفس برضو بتزيد حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال الفنية والروحانية بعد هاي الزاوية مباشرة ببدأ عنا خلو المسار خلو المسار السلبي إلى القمر مدته مش طويلة تقريبا تسع دقائق ببدأ الساعة ثلاثة وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرانيتش بينتهي الساعة ثلاثة واربعتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش ودائما خلو المسار منحكي أنه فترة لا يصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثلاثة واربعتاشر دقيقة صباحا خلص القمر بيستقر في برج الدلو عشان هيك من ساعات الصباح وما بعد بنشعر أنه بحاجة ملحة للتغيير لأنه الروتين هو عدو هاي الفترة يجب أن نستغل هذا اليوم بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها من ود للانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة لحياتنا يعني نوع من التغيير وبرضو بميل الأشخاص من حولنا للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صداقات جديدة أو تغيير مظهرنا مثل قصة شعرنا أو شراء أو بيع أو الاهتمام بما يتعلق بالإلكترونيات والتكنولوجيا أو تجربة أطعم جديدة بالنسبة للزاوية التي تلي الانتقال أول زاوية هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية راح تكون الساعة خمسة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا نتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية راح تكون الساعة أربع الساعة ثنتين وواحد وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة ومنح ضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجحات مادية كمانها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية راح تكون ذروتها الساعة عشرة وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج هذا الاتصال بخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب بتجعلنا هاي زاوية عدوانيين كثيرين الصمت بتزيد من خيالنا تدفعنا لأقصى الحدود السلبي بالعصبية والحدية وبتسبب لنا خصومات مع النساء تحديدا برضو هذا التحول مضر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها إلا إذا كانت اضطرارية من الآن وحتى ساعات الصباح عنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري وعضلات العمود الفقري والرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والتحال وجهاز التوازن أما من ساعات الصباح وما بعد يعني طيلة النهار عنا بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم اللي ما ذكرناها أما اللي ذكرناها طبعا إلا إذا كانت اضطرارية يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد وخصوصا بعد الانتقال بالليزر أو بالطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الدلو معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد بيبدأ يوم الغد الثلاثاء بيبدأ الساعة عشر وتسعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وبيستمر لغاية الساعة ستة وسبعة دقائق من صباح يوم الأربعة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره ثمنتاشر يوم الساعة سبعة وثمنتاشر دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بيصير تسعة عشر يوم نبدأ باليوم التسعة عشر نسبة الإضاءة تسعين بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنان وعشرين سبعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في الجدي ورح ينتقل للدلو زي ما ذكرنا في ساعات الصباح ورح يضل بالدلو ليوم ستة وعشرين ستة سعيد العام بنسبة خمس وثمانين في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة ثلاثين في المية ساعات الظهر سعيد بنسبة خمسة عشر في المية عطارة في السرطان حتى يوم اثنين سبعة سعيد بنسبة مية في المية الزهرة في السرطان حتى يوم احداش سبعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في الثور حتى يوم عشرين سبعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الجوزاء حتى يوم تسعة عشر سعيد بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الحوت حتى يوم 29 ست سعيد بنسبة 30% الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة 15% ورنس في الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الدلوب يتراجع لغاية يوم 2 تسعة أو حتى يوم 2 تسعة منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بدل فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانك تعزيز العلاقة مع المسؤولين ولكن بدكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة وهدوا من روعكم وما تنفعلوا وما تخالفوا القوانين أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتلتقوا الأصدقاء حولوا تصحيح العلاقات المتردية ما تبقوا واحدين فترى ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر الاتصالات والمواعيد وبعضكم ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بدل فترة تنشطوا فيها في مجال الدراسة والسفر والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب وممكن تشعروا بقوة العاطفي أكثر وتجاوب أحباكم معكم أهم شيء أن تركزوا على كل الأمور تستفيدوا على المستوى لأنه في بعض الحضوظ بتدعمكم لغاية ساعات الصباح على المستوى العاطفي والعائلي أما من ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية ما ترتجل المواقف والتصاريح حشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليك المسؤوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد فعشان هيك بدك تلتزم بمسؤولياتك وبتضل الفترة واعدة وخصوصا للأشخاص اللي بدهم يبحثوا عن عمل أو يقدموا طلبات عمل برج الجوزة من نسبة لما وليد برج الجوزة طبعا بظل التركيز على الأمور المالية لغاية ساعات الصباح فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة المال اللي معك شريك فيه بنك ضريبة تأمين زوج زوجي هاي أموال المشتركة والفرصة بتضل متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب وبرضو بيحمل لك هذا اليوم لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب سفر أو تسويق أو نشر أو دراسات عليا وبتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم يشينك تتحرك على مختلف الأصائد برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا ما زال القمر موجود مقابلك لغاية ساعات الصباح فبضل فترة مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وبوسعكم تعزيز العلاقة مع الشركاء أو المصالحة أو تنسيق لعمل مشترك ولكن بدك تدير بالك ما تتخذ قرارات حاسمة لأنه شوي في أمور بتستفزك تطلب منك الصبر والمرونة أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيد ضبط ميزانيتكم حاول أنك تدخل التعديل على نمط حياتك لا تتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور ما فترة جيدة لتصحيح خطأ ما أو لا تكرار محاولة سابقة برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا بالقمر الآن بده يبدأ بمراحل الموضوع مقابلة فبتك تنتبهوا حاول أنك تنجز أعمالك أو اللي بتقدر عليه من العمل المتراكم دون ما تبالغ في ذلك ما تهمل صحتك أيضا انتبه لغذاءك وراحتك حاول تكون مرن أثناء تعاملك مع زملائك أو المعاونين في مكان العمل إلى غاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر رح يصير مقابلك تماما بينصب اهتمامك حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم وما ترتجل أي كلام وما توجه أي ملاحظة لأنه خصمك قوي جدا بالفترة هاي وانت الحلقة الأضعف تحمل لك هاي الأيام ارتباط مهم فعشان يكبدك تحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا الأجوار رح تظل إيجابية لغاية ساعات الصباح على المستوى العاطفي الحظوظة بتدعمكم وبتشتد رغبتكم أيضا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم وشوي هيك بتحس أن الأجواء إيجابية لممارسة هواية أو الاهتمام بالذات أما من ساعات الصباح هنا القمر بينتقل للبيت السادس فطيلة النهار بيبدأ العمل بالتراكم لديكم لا تهملوا صحتكم وحاذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن أن يمنعك من أداء واجباتك اليومية كما يجب وممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة أو تشعر بنوع من أنواع التوتر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم من الآن وحتى ساعات الصباح وممكن تجدوا تعاون من أفراد العائل ولكن ممكن يصير حدث معين كعطل منزلي أو حدث عائلي أو اجتماع فجائي عائلي فبدأك تكون مرن وتوازن ما بين الأعصاب أو العواطف عندك في طريقة حل هاي المسألة من ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباءكم وبتفرحوا لإنفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوم بخطوة مباركة أو تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بيظل في نشاط بالتنقلات والاتصالات اللي ما بين المدن أو بيكون عندك كثير من الالتزامات بيظل هاي الساعات مناسبة لإجتياز امتحان وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار وبتدعمك الحضود في كثير من المسائل في تعزيز العلاقة مع الأحبة أو لا إقناع الطرف الآخر بوجهة نظرك أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتفضله الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن يثير اضطرابك وامتعاضك وما تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية وحاول أنك تهتم بعائلتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتظل هاي الساعات لغاية ساعات الصباح بتحمل فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية وبرضو انتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين رغم أنه في فرص مالية إلا أنه عندك رغبة بالإسراف أما من ساعات الصباح وأنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات بتصير فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا اسمع صوتك أو للترويج لشيء ما ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق أو مصالحة وبعضكم رح يهتم بمسائل تتعلق بالسيارات أو الإلكترونيات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي ثقتكم بأنفسكم كبيرة من الآن وحتى ساعات الصباح وبالضل ثقتكم بأنفسكم عالية وعندكم نشاط عالي بإمكانكم تقدروا لخطوة جديدة ادعم من مكانتكم الاجتماعية وبرضو بتحمل انفراج وبتعزز العلاقة مع الأحبة وطاقتك حلوة ملفتة للانتباه للجنس الآخر أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم لا تغامروا بأموالكم هذه فترة حذرة ماليا ومعنويا وما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن أيضا فترة بتفتح أمامك بعض الأبواب لبعض المكاسب المالية اللي أغلبها بتيجي من عمل إضافي أو مستردات برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعا بظل القمر لسا ما انتقل عندك للغاية ساعات الصباح فبيتطلب منك هذا الوقت انك تنتبه بشكل جيد لصحتك لعدم المبالغة في إنجاز ما لديك من عمل متراكم ما تتخذ قرارات حاسمة وما تتسرع باتخاذ القرارات ولا العصبية حاول انك تضبط أعصابك قدر الإمكان وما تخلي الوسواس والإحباط يسيطر عليك وانتبه لصحتك من ساعات الصباح القمر خلص بوصل لعندك فبتستعيد نشاطك وحيويتك تستعيد حماستك وعزيمتك وتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة تملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق أو اليوم برضو محتمل تسمع خبر سار برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بدك تحاول من الآن وحتى ساعة الصباح تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة لأنه من ساعات الصباح القمر خلص بوصل وباستقر في بيت متعبك الآن أنت نشط ما بين الأصدقاء والمعارف وممكن تستعين بأي شخص يساعدك في حل مسألة ما وممكن يكون في عندك حفلة أو لقاء ودي ما بينك وبين بعض المعارف أما من ساعات الصباح خلص القمر بوصل لبيت المتاعب فهو أنا بتدخل فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنب اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة من الحضوض وحاضروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة وما تعتمد على أي وعد يقطع لإلك هذول يومين بدك تتحملهم لحد ما يوصل القمر لعندك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر